توفي صباح اليوم شاب ناصيل معتمدية ابن خداش من ولاية مدنين متأثرا بإصابته جراء الأحداث التي شهدتها منطقة العين السخونة الواقعة بين ابن خداش من ولاية مدنين ويدوز من ولاية كبلي وهي حالة الوفاة الثانية جراء أحداث العنفة وقد تلقى المتوفي الإسعافات اللازمة بمستشفى مطمطة من ولاية جابسة ليتم بعدها نقله للمستشفى الجهوي أين أودع بقسم الانعاشة لتعقر حالته الصحية وفارق الحياة سباح اليوم ويذكر أن الأحداث التي شهدتها المنطقة أصفرت عن وفاة شاب وإصابة سبعين مواطن آخرين